السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات على الأرض وأكثرها انتشاراً وبتنقسم اللغة العربية لفروع مختلفة زي النحو والصرف والأدب والبلاغة وغيرها كثير من الفروع اللي شغل المهتمين باللغة ومخلياهم دايماً يبحثوا فيها ويكتشفوا أسرارها والحروف الهجائية العربية استخدمت في التعبير عن لغات كتير زي اللغة الأردية والعثمانية والفارسية وغيرهم وبتعتبر الأبجدية التانية من حيث الاستخدام العالمي بعد الأبجدية اللاتينية لكن الغريب بقى في الحروف دي هي أسمائها واللي بتكون على النحو التالي ألف، با، تا، سا إلى آخرة عمرك فكرت ليه الحروف دي مش اسمها آ، با، تا، سا؟ على الرغم من إن ده أساساً نطقهم الفعل في الكلمات تأمل معايا كده كلمة من أشهر الكلمات العربية واللي أول ما بتدرس الحروف العربية وانت صغير لازم تتقلك كلمة أرنب ليه أنت نطقتها أرنب؟ لأن ببساطة كل حرف فيها أنت عارف أن ليه صوت معين ولما ركبت الأصوات دي على بعض اتكون لك الصوت أرنب مع أنك لو بصيت على أسماء الحروف دي نفسها هتلاقي حروف زيادة كتير أنت ما استخدمتهاش في نطق الكلمة زي حرف الألف مثلاً أنت ما خدتش منه غير الصوت آ طب تفتكر ليه كل الأصوات الزيادة دي موجودة في حروف العربية أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن القصة وراء أسماء الحروف العربية وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول لو رجعنا بالزمن لوارة شوية كده من كام ألف سنة ما كانش فيه أي حرف من الحروف في أي لغة كان قه فيه كتابة لكن ما كانش فيه حروف يعني لو تأملنا مثلاً الكتابة الصينية القديمة أو كتابة زي كتابة بلاد الرافدين هتلاقيهم مزيج عجيب بين الأصوات والرسومات ومش اللغتين دول بس الأنظمة الكتابية القديمة عموماً كانت الرسوم فيها بترمز لحاجة من ثلاثة إما صوت أو فكرة أو كلمة يعني إيه الكلام ده؟ لو مثلاً عندنا رسمة شمس أنا وإنت متفقين أن الرسمة دي معناها شمس إذن في لغتنا رسمة شمس معناها كلمة شمس ولو إحنا عارفين إن الشمس دي يعني شوعة دافئ يعني هيكون فيه حرار إذن رسمة شمس هتمثل فكرة إن الجو حار ولو عندي مثلاً تفاح عايز أعده فأنا هخلي كل تفاحة قدامها رسمة نقطة على الحجر اللي برسم عليه وفي الآخر اللي أربع تفاحات هيعملولي أربع نقاط ولو حد شاف الحجر اللي أنا رسم عليه الأربع نقاط دول بعد كده هيعرف إن كنت بعد أربع حاجات وهكذا وعلشان أوضح لك أكتر الدنيا كانت ماشية إزاي فتخيل معي إن انت ماشي في الشارع وشفت الإشارة دي تلقائها تعرف إنك مش هتدخن في المكان ده وهي دي بالضبط كانت فكرة الكتابات القديمة فلو أنا أقدر أعبر عن الرمز بكلمة وإنت فهمني من خلالها هقدر أرتب الرموز دي بأشكال مختلفة هتوصل لك الكلام اللي أنا عايز أقوله وبكده تتكون جمل مفيدة ومع الوقت بدأ يتطور رسم الرموز من شكل صنبولة قمح مثلا لخطوط بتمثل رسمة صنبولة القمح يعني لو عايز أعبر عن كلمة حب مش لازم أرسم شكل قلب حقيقي وضيع وقت طويل في رسمه بل ممكن أرسم شكل مبسط يشبه القلب والطريقة دي مشي بيها الناس زمان وكانت مريحاهم وبتساعدهم بشكل كبير لدرجة إن في بلدان لحد الوقت يمشي بالطريقة دي ومنهم دولة اليابان لكن للأسف زيه زي أي نظام ليه مميزات وليه عيوب النظام ده من الكتابة عيبه إنك مضطر تحفظ آلاف الرموز للكلمات يعني مطلوب منك تحفظ الرمز اللي بيمثل كل كلمة ممكن تحتاجها في حياتك وعلى قد ما النظام ده كان متعب ومزعج إلا إنه كان السبيل الوحيد للتدوين واستخدمته مصر والصين وبلاد الرافدين في المعاملات الرسمية وكتابة النصوص الدينية والقوانين على الأحجار وجدران المعابد واستخدموه كمان في التجارة ومع التطوير في الكتابة بقت الكلمة الوحدة ممكن تمثل أكتر من حاجة زي مثلاً كلمة زهب ممكن تكون بمعنى معدن الزهب وممكن تكون بمعنى الفعل زهبه ويتفهم المعنى المقصود من سياق الجملة يعني لو قلت لك زهب الرجل إلى المسجد فأنت كده هتفهم من الجملة دي أني مقصدش معدن الزهب ولو قلت لك اشترت السيدة خاتم من زهب فأنت عرفت أني أقصد المرادي معدن الزهب وبكده نبقى اختصرنا عدد كبير من الرموز وخلينا الرمز الواحد يمثل كذا كلمة وسهلنا شوية من اللغة وأكيد دلوقتي بتسأل نفسك سؤال إعلقت الكلام ده كله بأسماء الحروف العربية بما أنك بقى عرفت كم المعاناة اللي كان بيعاني منها النسز زمان مع الكتابة فلازم أقول لك أن أكتر ناس كانوا بيعانوا مع الكتابة دي هم التجار والسبب أنهم كانوا بيستخدموا الكتابة بشكل يومي في كتابة العقود والفواتير وفدل التجار دول يعانوا لحد ما جه يوم قرر فيه مجموعة من التجار كانوا بيعيشوا في منطقة لبنان حاليا واللي هم الفينيقيين أنهم مش هيقدروا يستخدموا النظام ده تاني وكانوا في عمس الحاجة لطريقة سهلة يزبطوا بيها التجارة بتاعتهم فقالوا يلا أجدعان إحنا هنعمل نظام كتابة جديد سهل ورموزه وصوره أقل في تاريخ الكتابة بشكل عام ألا وهي أنهم بيستخدموا عدد محدود جدا من الأصوات في تعاملتهم وعن طريق دمج الأصوات دي بيقدروا يكونوا كل الكلمات اللي بيستخدموها ولما عدوا الأصوات دي لقوا أن عددهم 22 صوت فقط 22 صوت بيعبر عنهم الناس بملايين الرموز والصور والأصوات دي هي اللي اتجمعت بعد كده في مجموعة كلمات أبجد هوس حطي كلم سعفص كرشت وجيل في نقيين وقالوا أن الكل صوت رمز وكلمة خاصة بي ليه ما نخليش الكلمة دي تبدأ بالصوت اللي هي بترمز ليه لو أنا عندي الصوت A فأنا هسمي الصوت ده بإسم حاجة في لغة دي تبدأ بنفس الصوت ألا وهي ألف وألف في الفينيقية هي رأس الثور وبكده الصوت A اسمه ألف الكلمة اللي بتبدأ بالصوت A ولو خدنا مثال تاني واللي هو الصوت A فإحنا كفينيقيين هنسميه عين وده لأن كلمة عين اللي هي معناها عين الإنسان بتبدأ بالصوت A وكذلك الصوت B هنسميه بيت واللي بتعني بيت أو منزل في العربية وبكده اتكون عندي النظام الأبجدي الجديد واللي كان ابتكار الفينيقيين للكتابة واللي انبهر بيه بعد كده كل الشعوب اللي اتعاملت مع الفينيقيين ومع تجارتهم وتم استخدام النظام ده بعد كده في اللغات العبرية واليونانية والقارمية والعربية وبقى اي كلمة تحتاج تكتبها تجيب كلمات بتبدأ بالأصوات اللي نطقتها في الكلمة وتحطوهم جنب بعض يبقوا الكلمة اللي انت عايزها لو عايز اقول كلمة أب الكلمة دي قلت فيها الصوت A والصوت B فهجيب كلمة بتبدأ بالصوت A زي كلمة ألف واللي هي رأس السور وهجيب كلمة بتبدأ بالصوت B زي كلمة بيت واللي هي منزل وحط الرمزين جنب بعض تقوم الناس تعرف ان انا اقصد كلمة أب وبعض المؤرخين والباحثين بيقولوا ان الكتابة المصرية القديمة واللي هي الكتابة الهيروغليفية كان لها دور في كتابة الحروف الأبجدية لانهم بيعتقدوا ان الفينيقيين استلهموا شكل الحروف الأبجدية من حروف الكتابة الفرعونية وفريق تاني من الباحثين بيقول ان الاستلهام كان من احد اللغات اللي استخدمت زمان في شبه جزيرة سيناء اللغة العربية بتعتبر احد اللغات السامية واللغة السامية هي اللغة الامة اللي جات منها لغات زي العبرية والعربية والارمية والكنعانية وبما ان اللغة الفينيقية كمان من اللغات السامية فهتلاقي تشابه كبير جدا بينها وبين العربية وهنا نرد بقى على السؤال اللي سألناه في الاول يطرى الاصوات الزيادة اللي في الحروف العربية دي جات من اين لكن علشان نعرف الاجابة لازم نشوف ازاي جات اسماء الحروف العربية الاول لما بدأت اللغة العربية تاخد الابجدية من اللغة الفينيقية بدأت تعدل فيها بعض الحاجات اللي تتماشى معاها وبعض الحاجات التانية خدتها زي ما هي وتكونت الهجائية العربية على النحو التالي حرف الألف في الفينيقية ألف ومعناها رأس السور ونطقه في العربية برضو ألف وحرف الباء في الفينيقية بيت واللي بتعني كلمة بيت أو منزل في الفينيقية وتحول في العربية لباء وحرف التاء في الفينيقية تاو واللي معناها علامة وباقت في العربية تاء وحرف الجيم في الفينيقية جيميل ومعناها جمل وبقت في العربية جيم وحرف الدال في الفينقية دالت واللي معناها باب وبقت في العربية دال وحرف الهاء في الفينقية هيه واللي معناها شباك وبقت في العربية هاء والواو في الفينقية واو واللي معناها خطاف وفضلت في العربية واو وحرف الزين في الفينقية زين واللي معناها سيف أو زينة وبقت في العربية زاي وحرف الحاء في الفينقية حيط واللي معناها حائط وبقت في العربية حاء والطاق في الفينقية طيط واللي معناها عجلة وبقت في العربية طاء والكاف في الفينيقية كاف ومعناها كف اليد وفضلت برضو في العربية كاف واللام في الفينيقية لامد واللي معناها عصر راعي وتحولت في العربية للام وحرف الميم في الفينيقية ميم واللي معناها ماء وفضلت في العربية ميم وحرف النون في الفينيقية نون واللي معناها صعبان والبعض الاخر بيعتقد ان معناها حوت نظرا لما جاء في القرآن وفضلت برضو في العربية نون وحرف العين في الفينيقية عين ومعناها عين وبرده في العربية فضلت عين والفاق في الفينيقية في واللي معناها فم وبقت في العربية فاق صدعته ولا لسه؟ برضو هكمل والصاد في الفينيقية صاد واختلف عليها الناس فاعتقد بعضهم انها الفعل الماضي من يصطاد والبعض الآخر قال انها اسم نبتة بيصنع منها ورق البردي وفضلت برضه في العربية صاد وحرف القاف في الفينيقية قاف واللي معناها خرم الإبرة وفضلت في العربية قاف وحرف الرأ في الفينقية ريش واللي معناها رأس وتحولت في العربية لرأ وحرف الشين في الفينقية شن واللي معناها سن أو درس وبقت في العربية شين وسين وأخيرا حرف الياء في الفينقية يود واللي معناها يد وتحولت في العربية الياء وزود بقى عليهم العرب بعض الأصوات اللي بينطقوها والفينقيين ما بينطقوهاش زي الزاء والضاد والغين ونفس الحروف الفينيقية ألف بيت دالت بقت في العربية ألف باء تاء وبقت في الإغريقية ألفا بيتا جاما وفي الإنجليزية A B C وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن القصة وراء أسماء الحروف العربية تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبوا لنا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية